وعدم فرض أفكار فرقة الأحباش على المسلمين خشية زرع الفتنة بين الصف الإسلامي تتصاعد حملة المسلمين الاحتجاجية في إثيوبيا يوما بعد يوم على ما يقولون إنه تدخل الحكومة الإثيوبية في شؤون المعتقدات الدينية بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الاحتجاجات التي أصبحت تقليدا أسبوعيا بعد كل جمعة اشتدت رضبة المسلمين على الحكومة هذه المرة عقب مقتل عدد من الأشخاص الأسبوع الماضي واعتقال المئات حسب مصادر إعلامية إثيوبية وقد ازدت توتر أكثر بعد أن أعلنت القناة الرسمية أن من قتلوا في مدينة أساسا بولاية عروس الإثيوبية ينتمون إلى جماعة متطرفة الأمر الذي رفضته هيئة إسلامية محلية وطالبت بمحاكمة القتلة ثلاثة أمور أساسية تتمحور حولها مطالب المسلمين هي رفض تدخل الحكومة في الأديان وإعطاؤهم حق اختيار أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ورفض من يسمونهم دعاة الفتنة بين المسلمين المدعومين من قبل الحكومة حسب هيئات إسلامية فتيل الأزمة اشتعل بعد دخول فرقة الأحباش إلى البلاد قبل أشهر لكن سخط المسلمين غذاهما يقولون إنه محاولات الحكومة الإثيوبية فرض فكرة الأحباش عليهم قصرا عبر المدارس الدينية وتبني المجلس الأعلى لشؤون المسلمين لها حراك المسلمين في إثيوبيا لقيت عاطفا من قبل الهيئات الإسلامية وعلى رأسها هيئة علماء المسلمين وقد حذر علماء دين مسلمون ومسيحيون من تصاعد هذا الحراك إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه تحذيرات الحكومة الإثيوبية بعدم قانونية الاحتجاجات لم تمنع مئات الآلاف من المسلمين في شتى الولايات الإثيوبية من مواصلة مسارهم الاحتجاجي والمطالبة بوقف التدخل الحكومي في شؤون الأديان حراك المسلمين في إثيوبيا لا يزال داخل جران المساجد مع قلق وتحذيرات من تصعيده وانتقاله إلى الشارع خاصة بعد انضمام جهات مسيحية تضامنا مع مطلب الحريات لكافة الأديان